قناة السويس عادة عن جمال منظرها وتاريخها. هي حفرت بسواعد المصريين. كانت تأميمه من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. رمزا للتخلص حينها من الاحتلال البريطاني. وسببا للهجوم الثلاثي على مصر. أو ما يعرف بالعدوان الثلاثي. القناة التي بلغت إيراداتها السبعة مليارات دولار العام الماضي. أصبحت حديثة مواقع التواصل الاجتماعي أمس. وذلك بسبب ما أطلق عليه صندوق قناة السويس. فقد وافق البرلمان مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة. لإنشاء الصندوق خلال جلسة يوم الاثنين الماضي. حيث تحدث عدد من النواب خلال مناقشة القانون. من بينهم النائب محمد أبو العنين وكيل مجلسة النواب عن منافع ذلك الصندوق متابعة. اللي احنا عاوزين نشوف فيها قناة السويس والضفاف قناة السويس شرقا وغربا بتقدم حاجة جديدة. بتقدم صناعة. بتقدم مجلسيات جديدة. بتقدم عملية دعوة للشركات المالتيناشنال الكبيرة. إنها تتواجد لبناء السفن أو تخريط السفن. أو عمليات جديدة لخدمة التجارة الدولية. تعمل قيمة مضافة للمنطقة. وتعمل إرادات جديدة لشركة القناة السويس. مشروع القانون هو تعديل على بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975. بنظام هيئة قناة السويس. وقد تم إرجاء الموافقة النهائية على المشروع لجلسة مقبلة. يهدف ذلك إلى تنمية موارد القناة من خلال استغلال وتعظيم قيمة أموال توضع فيه. بالإضافة إلى تمكين قناة السويس من مواجهة الأزمات. في ظل فترات التقلبات الاقتصادية. وسوء أوضاع التجارة العالمية. بحسب مشروع القانون سيتمكن الصندوق الجديد طبعا من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع منها أو الانتفاع بها. كيف سيتم تمويل الصندوق؟. المشروع المقدم حدد موارد هذا الصندوق بأنها رأس مال الصندوق. ونسبة من إرادات هيئة قناة السويس أو تخصيص جزء من فائد أموال هيئة قناة السويس تذهب لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية. عائد إرادات استثمار أموال الصندوق بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف هذا الصندوق. خلال الجلسة اعترض عدد من النواب على مشروع القانون. من بينهم النائب أحمد فرغلي. دعونا نتابع ماذا قال أحمد فرغلي في تراضح. سمعة السناديق لدى الشعب المصري يعني سمعة سيئة. الأهم من ضوى رئيس أن طبقاً لقانون الهيئة القانون 134 لسنة 63 أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات. وبقنا نعليه فعلاً الهيئة أنشاء شبع شركات وكمان أعطى صلاحية بطرح جزء من تلك الشركات في البورصة. فأنا مش عارف لحد دلوقتي الجدوى من إنشاء الصندوق إيه؟ سندوق هذا يتعرض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السوصفة في نفس المنطقة. إذن المغزى أو الجدوى من إنشاء ذلك الصندوق هي أيضاً كانت محوراً لحديث مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نأخذكم إلى عينة من التدوينات. يكتب جمال سلطان القاضي حنفي جبالي الذي منح السيسي حكماً بجواز منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. يعود ليصدر قانوناً يجيز له بايع ورهنة وصول قناة السويس للأجانب. رداً لجميله عليه بتنصيبه رئيساً لمجلس النواب. ويعطينا درساً في أنه وطني ولا يفرط في مصالح الوطن من فرط في السابق. يفرط في اللاحق يا حنفي هذا رأي جمال سلطان. ماذا يكتب عمار علي حسن؟ يتكلم عمار عن موقف آخر. يقول يبدو أننا قد انتهينا من بيع الآثاث. وبدأت مرحلة بيع جدران البيت. يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم. والذين دفعوا أثماناً بسببه. حمدين صباحي السياسي المصري الشهير يقول. هاشتاد قناة السويس خط أحمر. أما ندى عزة. ما فيش حاجة اسمها بيع قناة السويس. بكرة الرئيس بكرة الرئيس. حيطلع يكذب كل الخواندول. تحيا مصر. رد رئيس مجلس النواب على الهجوم حول مشروع الصندوق والانتقادات السالفة الذكرى. في بيان بالمجلس مؤكداً. أن القانون لم تتم الموافقة عليه بشكل نهائي. موضحاً تفاصيل في القانون. إن شاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية. لا يتضمن أي تأحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها. ويشرح أيضاً السيد جباني ماذا تعني الفقرة القانونية في مشروع إنشاء الصندوق التي تنص على تمكينه من بيع واستئجار الأصول. من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار. ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه. من جانبها نفت رئاسة الوزراء ما تردد حول بيع القناة وأصولها في بيان جاء فيه. رئاسة مجلس الوزراء تقول لا صحة لاعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة. قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة البصرية وتخضع لسيادتها. الهدف من إنشاء الصندوق هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية. مشاهدين الحديث عن الصندوق ليس بجديد. فقد ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نيته إنشاء الصندوق خلال كلمة ألقاها بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي. منذ شهر إينا. أنا قلت لكم نهاية قناة السويس دي طول عمرها بيجي لها دخل تدي لوزارة المالية والش كده دكتور معيك وخلاص. فجي الرجل بتاع القناة ستقول له معك فلوس كام. قال لا معيش. تفضل استرعيها. قال لي يا فنم. قال لي معيش. شكرا لمشاهدة كاتراندينج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها. شكرا لكم. اشتركوا في القناة